مشاهدين في ختام جولتنا الإخبارية راح نستعرض معاكم دراسة حديثة نشرتها صحيفة الاندبندن واللي أكدت أن النساء قادرين أنهم يفسروا الرموز التعبيرية الإيموجي بشكل مختلف عن الرجال بحسب الدراسة فإن النساء قادرات على تحديد الإيموجي اللي يعبر عن السعادة أو الخوف أو الحزن أو حتى الغضب بشكل أكثر دقة من الرجال ما رأيك هذا؟ هذا بديهي طبعاً أكيد أنا بالنسبة لي لما أشوف المحادثة ما فيها أي إيموجي أنا أحس أن الشخص الثاني يأنه مثلاً زعلان أو معصب أو أنا مطايقني كلامه رسمي مرة أحس رسمي فلازم يعبر لي كله شوي بدلاً تحسيني على الإيموجي يعطي كده لطافة في المحادثة صحيح إذا في بعض الدول يقولك أنه استعمال بعض رموز الإيموجي ممكن يكون دليل على تحرش عرفتي فما بالك يعني فما بالك موضوع الإيموجي موضوع جداً مهم وعلى فكرة النساء مو بس قادرت على تفسير الإيموجي النساء قادرت على قراءة الرسالة بصوت المرسل عرفتي شوف إلى أي درجة يعني فعلاً السيدات لقوة إلا بالله عندهم إمكانيات أدق أدق تفاصيل وأدق تعبير وأدق تمييز كمان عن الرجال وبصراحة أنا ما قالو من الرجال هنا أقول مين أحسن من مين ربما بالعكس هم مريحين نفسهم إحنا اللي شوية دقيقات في تفسير التفاصيل خلينا أسألك روانتي وش أكثر إيموجي تستخدمينه القلب آه نفسي دائماً أستعمل القلوب بس هي دليل لطافة مش دليل حب وأنا استغرب أنه في كتير من الناس يربطوا القلب بالمشاعر الحب قدماً أشوف أنه هو ود أكثر أكثر